السلام عليكم والإخوان تحياتي لكم كرحبكم على قناتكم بروغرافور اليوم غادي نقدموا حصة تقديمية لقناة بروغرافور باش اي مشاهد على القناة يعرف لاباس او القاعدات ديال القناة والاهداف دياله والمستجدات اللي غادي يكونوا في المستقبل وكما تعودنا كل سانة ولا سانة سيء او كي يكونوا مستجدات اللي هي كبيرة نحاولوا نوضعها في الحصة التقديمية باش الناس يتعرفوا على القناة اكتر. اول شي اللي غادي نتكلم عليه هو الاهداف ديال القناة. الحمد لله كم مشناء ان القناة فيها بزاف ديال المعطيات للناس كتسحول المشاكل دياله تقنية وكترفع من من اضرار اللي عايشينها اليومية. وهذا العمل كامل بلا ما نضروا حتى شجية. يعني سواء كان الشركة منظمة او اي جهة حنا ما نضروا اي جهة. هذا هو الهدف ديال القناة. هو اننا نحل لكم المشاكل. ونبعد نرفع لكم الضرار مثلا المادي والمعناوي. من بعد. بلا ما نضروا حتى شجية. كنتي منخارط مع شركة ولا شيء حاجة. ما غاديش نضروا لا شركة. وبغاديش نخلي انت في الدار. هذا هو الهدف الاول. والهدف الثاني هو اننا لها للاحتيكار. وهذا الاحتيكار هذا يعني ما غاديش نجيب لكم المواطاية محتكرينها. في السوق. ولكن هي في نفس الوسط تقدر اه جهة معينة. هنا المعلومة ربما تبقى محتكرة. لهذا العلاج لانها تقدر واحد جهة معينة. والنقطة الثانية اللي بغت نتكلم فيها الاخوان المستجدات اللي عنا في القناة واللي غادي تكون ان شاء الله مستقبالية. الحمد لله عنا واحدة مجموعة في التليغرام. هادي المجموعة دي. يعني كنت نتبدل فيها المعلومات. كنت نفيد فيها بزاف بعضياتنا. ما بعض الاحيان كيكونوا الاخوان ما كيراعوش السياسة ديال التليغرام. او الحقوق اللي ديرها التليغرام. كيكون كيتكلم بالعفوية. لهذا كن نشكر الاخوان اللي كنستبدو معهم. ما يحاولوا يكون واحد تحفظ. اه في المعطيات يعني ما يجبت شركة ويسق لها وما يجبتش اه واحد جيهة معينة. ويبقى يتكلم عليها بالسوء. وفي بعض الاحيان كنكونو كنت نتكلمو على شي عرض مثلا يالربعة واللاديها التناش ولاديها العشرين ميجا. كننساوي العرض وقد نتكلمو في الشركة شركة شركة شركة. ربما شركة عندها واحدة استربياد للتعامل. ويجبت أن نتكلمو على العرض. نتكلم على العرض. نتكلم على حول ذلك العرض. نحاول ان تتكلمو على في نفس الشركة تلقى واحد عرض الذي هو زوين لا تتمنى أن يكون وصلت لك من البلاثة في هذا العرض للفيبر إذا كان لديك العرض وفيها سلبية يتمنى أن نفس الشركة وإذا كنت تتكلم إذا كنت تسلق الفيبر هذه النقطة سوف ترد من هم الإخوان يمكن أن يعطينا المشاكل أو السلبيات في ديك الجهة ولكن بلا ما يذكر اسمها لا يحاول يحاول اللمح لنا لها هذه حاجة اللي بغيتنا نتكلم فيها ونأكد عليها من بين المستجدد اللي غادي يكون وغادي يكون الارتقاء في الفيديوهات دينا ما غادي يشنطهم خاصين في الانترنت والروتور والعروض ان شاء الله غادي يكون شوية الارتقاء اللي غادي يكون هناك إضافة في الفيديوهات ديال البرامج والتطبيقات والأنظمة وبالتالي ما غادي ما غادي يشنطهم في الاجهزة ديال الحاسوب والاجهزة ديال الهواتف غادي يكون اجهزة اخرى غادي يتكلمون لها بحل الاجهزة ديال الارتقاء ان شاء الله سواء كانت بليستيشن دو ولا تروا ولا كاتر يعني الحمد لله الشروحات اللي غادي تكون عندي مصافرة غادي نحاول ما امكان كما لاحظنا الحمد لله اول فيديو كانت تحط في القناة هو فيديو على وكان واحد فيديو صراحة رائع في القناة كان اعطاه اضافة رائعة للقناة اللي كانت جاب مشاهدة اللي كبيرة الحمد لله فلهذا غادي تكون واحد تنوع كبير في القناة ما غادي يكون بلايليست في القناة كل بلايليست مختصة مع الفيديوهات كانت مننا الاخوان ما نكونش طولت اليكم في هذه الحصة هاتي كنت مهتم موادي ديالنا اقرر حبيك على قناتي الى اللقاء اصدقائي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة